بزيارة دخائره إلى مدينة الناصرة إلى بزيلكة البشارة واليوم احتفلنا بالكداسة الإلهي أمام دخائره الثمينة الموجودة أمامنا اليوم هنا في بزيلكة البشارة بالكرب من مغارة مرهم العدرة بالكرب من عيلة الناصرة المقدسة حيث تم سر التجسد الكبير نحن اليوم صلينا إلى الكديس يوحن بوسكو حتى يمنحنا ما كان عزيزا عليه وما كان عزيزا عليه أولا أن نكون دائما في الفرح بدون فرح من المستحيل أن يكون إيماننا صافيا خالصا الإيمان الحقيقي هو إيمان ممزوج بفرح كبير ثانيا الإيمان الحقيقي يساعدنا على أن نبني ونزرع وفعلا ننشر فيما بيننا السلام لأن السلام مسألة قلب السلام حتى العلاقات بين الدول الحروب العلاقات بين الديانات والحضرات هذا السلام ينبع من القلب الكديس يوحن بوسكو فاهم هذا السر وركز على علاج القلب على شفاء قلب الإنسان ولذلك أسس الرهبان السليزيان والرهبات السليزيان ولذلك أسس المدارس وأسس كل أسلوبه التربوي على الأسلوب الوقائي على أسلوب علاج القلب وشفاء القلب أما بالنسبة إلى الأسلوب الوقائي المميز عند الكديس يوحن بوسكو وهو كما هو معروف أكبر مربي في تاريخ الكنيسة هذا الأسلوب مبني على تلات ركائز رئيسية هي العقل الدين والمحبة وكان يضيف دائما لا نربي أولادنا بالتهديد وبالكصاصات لا ولكن بالمواد بطيبة القلب بالأسلوب الجيد بالمثل وخصوصا مرة أخرى بالإيمان لا تنسوا أيها الشبان أيها الأولاد كان يكرر باستمرار أن الله معكم يراكم يسمعكم في كل مكان في سر قلبك في سر غرفتك في بيتك في مدرستك في مجتمعك في رعيتك في كل مكان الله معاك الله يحبك الله يرفيفك فإلى الأمام أيها الشبان بكدوة وبشفاعة هذا الرسول الكبير رسول الشبيبة آمين وكل سنة وإنتوا سلمين ترجمة نانسي قنقر